أهل الكفر اللي نسميه أهل الكفر عندهم صبر أو لا عندهم صبر نحن مطالبون أن نأتي بصبر أعظم من صبرهم أنا قلت لإخواننا في الدروس بعض العلماء نقرأ في تراجم العلماء يقول أنهيت هذا الكتاب في الساعة الثالثة فجرا أنهيت هذا الكتاب في الساعة الرابعة فجرا أنا اكتشفت أن العالم من أمتي محمد صلى الله عليه وسلم من علوم الدين من خلال القراءة كانوا لا ينامون إلا خفقان قالوا هذا نقلت عن الشيخ بدر الدين الحسني ونقلت عن الإمام النووي الإمام النووي الجليل القدر قال الإمام النووي كان ينام خفقان اليوم في أولاد صغار ينتقدوا الإمام النووي أولاد أولاد تمام؟ يجلس الإمام النووي قال لا ينام يني لا يبسط فراشا يجلس خفقا غمض عيونه ثم يقوم إلى التأليف قالوا لو قسمت مؤلفاته على أيام عمره بيكون مؤلف كل يوم حوالي ستين صفحة اليوم إذا أنت بدك تقرأ ستين صفحة بدك أربع ساعات قراءة مو تأليف قراءة النووي لو جبنا المؤلفات تبع النووي وقسمناها على أيام عمره كل يوم بيكون ألف ستين صحيفة لكن لو للمربي ما عرفت ربي كان الإمام النووي وهو صغير لا يلعب مع الأطفال أبوه أوصاه أن لا يلعب مع الأطفال أن يفرغ نفسه للعلم والجهد والقرآن الكريم فإذا بذل أعداؤنا صبرا أكثر مننا فاقونا ونحن مطالبون أن نغالب الصبر بالصبر وأن نبذل أكثر منهم نحن طلاب العلم اليوم أديش منقرأ كم نجلس على الكتاب شبابنا كم عندهم طاقة أنا لما بقول أديش منقرأ طلاب العلم بالمعنى العام طالب الطب طالب الهندسة وطالب الكيميا وطالب الفيزياء كم يقرؤون بالعكس اليوم نحن بتولين ببعض الناس بيتخرج بيأخذ شهادة يتصدر للوظيفة التي هي اختصاصه ويترك المتابعة في أطباء بيقول لك أنا فاتح عيادة من عشرين سنة ما بيقرأ ما بيقرأ بمجاله لا يحدث معلوماته كل شيء بده تحديث يا أخي إنسان تخرج من كلية الشريعة صار إماما صار خطيبا وبعده على المعلومات القديمة والمشاكل المعاصرة بدها قراءات معاصرة وجهد معاصر اصبروا وصابروا ورابطوا قالوا المرابطة هنا الجهات في سبيل الله سميت رباطا لأنهم كانوا يربطون الخيول في أرض المعركة قبيل ساحة المعركة التي تخاض بها المعركة تربط الخيول الرباط وبعضهم فسرها تفسيرا ثانويا قال الرباط هنا ربط القلب بالله وعلى طاعته هذا معنى ثانوي لأن من ربط قلبه بالله نجح وثبت واتقوا الله لعلكم تفلحون اللهم اجعلنا من أهل هذه الآية والتي قبلها والتي قبلها بس هذه الأولى لكن الذين متاعهم قليل ثم مواهم جهنم الله يجعلنا من أهل الجنة وإياكم ترجمة نانسي قنقر